أعوذ بالله من الشيطون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة الوافعة إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا سلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يقوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولا حقير مما يشتهون وحور عين كعمتال لؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثي من إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وقلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يسرون على الحنت العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطور فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نظلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تملون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرزون أأنتم تزرعونه أم نحن الزالعون لو نشاء ندعناه حقاما فظلتم تفكهون إنا نمورمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المقهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحنقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبسرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نغير وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم